موسيقى السلام عليكم أهلا مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعداء جدا نلقاكم في عدد جديد متجدد من برنامج نبض الكورة البرنامج الذي يعود ليلقاكم ويرافق الشأن الكروي المحلي بعد غيابه لفطرة بسبب تزامن شبكة البرامج مع الحدث القاري نبض الكورة تعود مع عودة عجلة الرابطة المحترفة للدوران وأحداث أخرى قارية سنواكبها طبعا سنواكب كل ما يحدث على مستوى المنتخب الوطني قبل أيام قليلة طبعا من المباراة السد المصيرية أمام منتخب الكاميرون حديث عن المشاركة مشاركة نوادين على السعيد القاري ووقفة بطبيعة الحال عند الجولة الأولى من مرحلة العودة التي جرت اليوم بطورة من ثلاث مباريات طبعا للنوادين معنية بالمشاركة الفريقية خاتمة البرنامج ستكون من الزمن الجميل مثل ما عودناكم دوما من أجل كل هذا يحضر مع إبراهيم زافور أهلا مرحبا مسألة خير كريم مسألة خير لكل مشاهدين الكار من الجانب الفني دوما مصطفى كويسي أهلا مرحبا أزول كريم سعداء بعوداتك والتحية موصولة لكافة مشاهدي ونحن أسعد بذلك محمد زكريني أهلا مرحبا بك أهلا كريم جمهورنا الرياضي الكريم متتبعين قنوات تلفزيون الجزائري السلام عليكم على غير العادة في الأيام الأخيرة أبراهيم لم أكن أتابع جيدا الأمور ولكن تفاجأت أن زكريني أصبح محلل في العدو الريف يعني آخر أخبار ليوصلتني بدرجة لم أصدق تماما هنا قلنا في تربص للحكام في تلمسان القناة يحلل في العدو الريفي عليك ما لنا نستطع أنهما الكلام تحم ونقوله ولكنه هو عدو كلام آخر وقال عرضوه بمناسبة يوم الشهيد عليك حق الرد هي كانت جمعية الجيل الذهبي تعالى ولاية لمسان وين عرضت المنظمة الوطني الصحفيين الرياضيين بمناسبة يوم الشهيد ونحن في الجزائر يوم الشهيد يوم له قيمة كبيرة وله ذكرى كبيرة لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا من أجل أن نعيش نحن كرة ماء في هذا البلد الحبيب رحنا إلى لمسان دلنا دورة كرة وكانت مع دورة الوطنية تل عدو الريفي شلد أبو النوار اللي كانت دورة دولية سابقا في الدورة هذه كان كل الحضور وغتنمنا لكل الفرصة رحنا زرنا أبناء حجاوي سامير الله يرحمه رحنا أرغب وكذلك رحنا زرنا طارق بالتاج لعب ويداة المسان اللي توفى الميصر الكبير رحنا له عزيناه يعني بكل صراحة كانت دورة وطنية ماذا ندخل لهذا في العدو الريفي دورة وطنية كفية ملتنا الجزائر من الحق أن نصول ونجول أين ما نريد نحن حرين في بلدنا نحن ندخل عدو الريفي هنا العدو الريفي غدا ستكون الجنباز في أي حالة يلا يخلص يلا شحل بخلق يعني شكر المنصول لكل سكان مدينة المسان يعني رئيس الضائرة رئيس البلدية مدير شباب الرياضة والحاج وحيد اللي قام بنا بزاق تحياتنا لكل هؤلاء بيتمتع شلقا على مباراة الجزائر الكاميرو بالضبط 28 يوم 28 يوم لخبر وطني جمل برماضي عادة إلى أرض الوطن مبكرا من أجل التحضير لهذه المباراة طبعا البرنامج لم يحدد لتاريخ السفر بعد وللإجراءات الخاصة والتربس والحديث طبعا أن التربس بغينة الاستدوائية وحديث أيضا عيشت مع المناجر جاهد زفزف لكن قبل ذلك سيكون الموعد بسبب جمل برماضي مع الندوة الصحفية ولقاء رجال الإعلام بدأ العدد التنازلي وبدأ سوسبنسا مصطفى لمباراة مصيرية للمنتخب والضغط فيها كبير وكبير جدا نعم لكل ننتظر كل مناصرين محبين مدربين لعابين قدماء لكل ننتظره في هذا اليوم وفي هذه المباراة المصيرية لأنها متساش وراءها كأن تأهل في كأس العالم كأس العالم دورة أكبر أهمية في كورة القدم إذن الآن صح أن الجمال بالماضي للناخب الوطني هو راهو يتخليه وهذا ما يزيد يدل أنه يتخلي الأمس أو بعد عنده يومين يتخلي الجزائر هذا ما يدل أنه حتى من الآن يبدأ في تفكير تحضير هذه المباراة لأنها راح تكون نقول لك مباراة نقدر نقول لك هامة جدا للكورة الجزائرية تنتخل كاميروني تعرفه جيدا مراهيم زفور سجلت عليه ولكننا لم نفوز عليه أبدا في مباراة رسمية تعلق في كأس إفريقيا مباراة بين كبيرين تعودين على التواجد في نهاية كأس العالم كل هذه الأشياء وكمة دور دور الإقصار المباشر تخلي الضغط على الطرفين كبير وكبير جدا أكيد نظن أنه الفريق الكاميروني معروف شفناه في هذه الدورة خاصة أنه المنتخبات تتغير ونظن المنتخب اللعبنا نحن ضده كانت أرمضة من اللاعبين كانوا يمكن أحسن من هذا المجموعة الموجودة حاليا لأنه عندها نقائس كبيرة من ناحية الدفاعية نظن من هذه الجهة نظن أنه المنتخب الوطني عنده ما يستغل من هذه الجهة لكن هذا لازم يكون تحذير نظن أنه قدوم الناخب الوطني جمال بن ماضي مبكرا دليل على أنه مستعد لتحذير هذه المباراة بعد غياب دام استراحة لمدة شهر بعد الإقصاء نظن عود أرجع تدريجيا للعمل رح يدير ورقة طريق رح يشوف لعبين يقدرين يكونوا حاضرين في المباراة الذهاب خاصة لأنها بالنسبة لي أهم مباراة هي التي سنلعبها في ملعب جابوما مباراة بيات القيمة بعد الحجم بعد الأهم يذكريني لا تحسن فقط على أرض الميدان تحسب بجزئيات بالتفاصيل بالتنظيم تاريخة تنقل اختيار الفندق طريقة التحضير تجنب ما إشناه في الدور الأول من كأس ومن من أفريقيا خاصة وأننا سنعود إلى نفس المدينة ونفس الملعبة ليس كذلك نعم ولكن لا ننسى أن في الآن أصبح لدينا يعني ملاجاب ذو الخبرة الكبيرة له التجربة منذ سنين هو الذي كان يقود المنتخب في التربصات الكبيرة منذ سنة 2010 و2014 ألا وهو جاهد زفزاف الرجل ذو الخبرة الكبيرة التي يمتلكها وحس معلوماتي الله أعلم أنه ذهب للغينية الاستوائية لتحضير التربص المنتخب الوطني كل الظروف ستكون مهيئة كل الأشياء مهيئة قبل المباراة الفاصلة المباراة الفاصلة كل المباراة الفاصلة هي مباراة صعبة وصعبة جدا من جميع النواحي تحذر لها ليس فقط لوجيستيكيا فقط بل حتى تقنيا المسؤولين الموجودين المدربين ولكن حتى الكواليس ومن هذه الأمورات كلها لابد علي أن تكون العين المفتوحة جدا للذهاب بعيدا والتأهل إلى كأس العالم وهي مسؤوليتنا أيضا كإعلام كمحللين كلعبين قداما أيضا هذه الفترة تحتاج إلى تجند الجميع وراءها المنتخب وتفدي الدخول في نقاشات كيف أسميها مثلا الحديث عن التغييرات عن الأسماء ذكر الأسماء ترك المدرب يعمل براحة لأنه ما عندك صراحة وقت حتى تغيير تغيير جدري أو شيء آخر عندك مباراة بعد 28 يوم لأن مسؤوليتنا كما قل جميعنا نقف وراء هذا المتخف الضرف لأن الجانب المعنوي مهم جدا للفارق نعم للجميع للجميع تذكر الصحفيين العابي القدامى حتى المناصرين ولابد أن كلهم يجندوا على هدف واحد والهدف هو التأهل إذن أنا نضم حتى الكلام الزائد والله ربما حتى هذا الغالط يغلطوا به سمعنا بعض الكلام من هنا وهناك ولكن لابد نجنبه لأن الآن الفائدة والأهم هو تأهل المنتقب للجزائر فتح ميلة ديالار الضغط على بوجه السجل لم يسجل الأشياء يستقنم فلان يستقنم فلان أسليمان أشياء حتى من جانب البسيكولوجي ما هو مهم صح فيها فترة أنك تنتقد فيها فترة أنك تساهم بطريقتك وكل واحد يقوم الدرجة الأولى وانت اللي أشتاد الضروب برايم زفور كيف تعلم هذا كلام فارغ بالنسبة لي الناس اللي راي تهدر وتحاول أنها تضغط نظن أنه جمال بالماضي ما كاش ليضغط عليه شفناه قام بعمل كبير جبار في ثلاث سنوات اللي كان على رأس المنتخب أو أربع سنوات نظن اليوم عندنا ثقة فيه نعرفوه أن الخيارات دائما كائن صائبة ولو أنه يعني خرجنا من كأس الفريقية وكان المردود ما كانش لباس وكل شي لكن متأكدين أنه راح يرفض يعني خاصة عالم الجزائري عاليا وبإذن الله بتأهلي لكأس العالم حتى اللغة قديورة في مولودية وهران بطلب من جمال بالماضي بأشياء صراحة يعني كلام يعني كلام خارج على إطاره ولكن يؤثر على الفريق نعم بعد ذلك نبدأ نندموه نقوله أشياء لأن المنتخب ليسعدنا وليفرحنا أيضا مسؤوليتنا من الآن زكريني نقوله الأشياء كما هي ونساهم جميعا من أجل أن ندفع بهذا المنتخب لأن الطرف الآخر لعبة الكواليس والضغط حتى معركة التحكيم ما زال ما بدنا يا زكريني لأنها آخر معركة حتمة لا ما زال معركة التحكيم لا المنتخب الوطني لا بد علينا جميعا 45 مليون لا بد علينا أن يومد يد المساعدة لهذا المنتخب ونعطيك معلومة أن كل المباريات التي كانت مباراة العودة في بلدنا فزنا وتأهلنا لكأس العالم ما عدا مباراة واحدة هي ضد المنتخب التونسي في ملعب خمسة جولية في كأس العالم 78 لما تعادلنا واحد واحد هنا ونهزمنا في تونس في مباراة الذهاب واحد سفر يعني بكل صراحة كل المباريات الأخرى في مباراة العودة تأهلنا إلى كأس العالم في 2010 في 2014 يعني في 82 في 86 كل المباريات أهلنا فيهم لهذا نقول كل الجزائريين كل الفاعلين كل الصحفيين كل الرياضيين أن يمدوا يد المساعدة لهذا المنتخب لأنه أفرح الجزائريين في عدة مناسبات بقيت لنا مناسبة واحدة سنتهلها بإذن الله بإذن الله لنكون حاضرين إن شاء الله في قطر في المونديال الكبير بهذا الجيل الذي توجه بكاسي أمم إفريقيا ومن حقه أيضا أن يطمح للتألق عن المستوى العالمي قوس فتحناه في بيذة هذا البرنامج حول المنتخب الجزائريين طبعا سنعود بإذن الله في قادم المواعيد بكثير من التفاصيل حول المنتخب الجزائري طبعا سنتعرف مستقبلا عن القائمة الموسعة القائمة المعنية بمبارة الذهاب سنتعرف الحكام سنتعرف عن كل التفاصيل بعد أيام من الآن الآن مباشرة ندخل أيضا ونبقى على السعيد القري مع المشاركة القرية براهيم زافور الوثقة ستايفي لين هزم لتان مرة على التوالي هذا بنقابل سفر أكيد نظن رغم أنه البداية التي كانت موفقة بالفوز خارج ديار لكن نهزم هناك في خمسة جوية مباراة وزيد المباراة اليوم كان مطالب بالعودة بنتيجة إيجابية لأنه ستلعب في مبارتين ذهب وإياب مع نفس الخصم نظن التعادل كان أحسن بالنسبة للوفاق ستايفي لكن مباراة الرابعة في هذا المجموعة ستكون حاسمة بالنسبة للوفاق ستايفي الآن بلغة الأرقام سكريني الوفاق في المركز الثالث بثلاث نقاط ناديا مازولو تفوق عليه بثلاث نقاط ستلقاط نعم الآن الحسابات ستكون شوية صعبة لأنه وفاق ستايفي ضرورة أنه يفوز عليه في العودة يفوز عليه يفوز بالمباراتين ستلقاط باستطاعته أن يفوز بكل سراعة ولكن عدة أمور هي اللي خلات وفاق ستايفي ما هوش وفاق ستين معودنا في المباراة السابقة بلغة الأرقام بسطفاكويسي الوفاق لم يقصى بعده بإمكانه أن يعود ولديه الحظوظ ولديه كل شيء ولكن الغريب أنك بعد هزيمة في مباراة مدرب لكون أشياء في الندوة الصحفية بعد ذلك أسبوع كامل من الخلافات القائد يتكلم من هنا المدير رياضي من هنا أشياء لم نتعود إطلاقا أن نراها في فريق كبير اسمه الوفاق ستايفي أمر غير عادي أسبوع كامل من المشاكل لأثرت بشكل مباشر هل يعقل أن يحدث هذا في فريق بحجم وفاق ستايفي الله في الحقيقة نقول باللي غير معقول أن هذه المشاكل وهذه الخلافات توجد في فريق عنيق كما وفاق ستايفي الوفاق ما هوش في أحسن أحواله هذا شيء أكيد ما هوش عندما تروح أنت تنهازم حتى نقول هنا في الدربي ربما ولكن تروح تنهازم مع فريق ما نقوله ضعيف ولكن متواضع زادوا خسروا اليوم نظن هذه كلها نتيجة المشاكل التي موجودها في بيت الوفاق والكل نعرف وسمعنا كريم أن هناك مشاكل بين اللعبين بين الإدارة بين المدرب كل هذا ما هوش جو اللي راح يعني يسمح لك أنك تكون يعني في مستوى التعكل العادي إذن نزيد نقول وش قال صح أنه عودنا أحسن الوفاق حقيقة بصراحة عودنا يعني بأفضل بأحسن ولكن لازم الكل يعني يمشيوا في اتجاه واحد ما هوش يعني لعبين من جهة مدربين مدرب من جهة إدارة من جهة حتى مناصرين من جهة متقسمين هذا هو يعني الإشكال اللي ما كانش عنده في بيت الوفاق أنا نعرف الوفاق يعني من زمن نعرفه ولعبنا عدة مرات وحتى لعبين تحمجوا عندنا وكالي راحوا عندهم ما كانش عندهم هذا المشكل هذا ما كانش قاع يطرح الوفاق وهذه اللي جعلت من قوة هذا الفريق لما أنه في بعض الأحيان سيطرة سيطرة على إفريقيا حتى في إفريقيا يعني بطل الدوري الإفريقي كان يعني سيبر كوب تعال أفروازياتي يعني شي نتائج تقول كانت إذن نتمنى أن البيت للوفاق يعني يعود يعني يتحد لأن موش مران أش يعني عمر وطران نقول بكل سرعة تكلمت ما زالت مباراة قادرين قادرين ست نقاط في اللاب قادرين وهم يعني عندهم هذه الصفة أنهم يعني دائما في الوقت الصعيب دائما تكون رد فعل ورد الاعتبار للفريق التاحهم نتمنى إن شاء الله في المباراة الجاية يعود ويربحوا ولكن لازم تصليح البيت الوفاق حتى الجانب المالي أيضا أثر صراحة على الوفاق يعاني في غياب الممولين في غياب أشياء كثيرة لا يمكن أن تحدث في فريق بحجم الوفاق ولكن ليس فقط الجانب المالي برايم زابفور لأنه لما توجه بكأس رابطة أبطل إفريقيا تكر كيفية مشاكل مالية ولكن لم نشعر بذلك لأن إرادة الوفاق كانت دوما كبيرة لذلك في أشياء يجب أن تعالج سريعا خاصة وأن الوفاق لم يكن في أحسن حالات ويشرفنا بكل صراحة أكيد لم نشعر بها كثير وخاصة أنه توج بكأس ربيطة الأبطال ولعب كأس العالم للأندي نظر أن هذه الأشياء كلها مهمة بديون كثيرة لكن بالتتويج استرجع أموال وقدر أن يحل المشاكل لكن اليوم نشوفه كل خبايا وفاق في الشارع الشيء سلبي على هذا الفريق لنحترمه كثير لأنه فريق عارق من كل جزاف كريم اليوم تواصل الاجتماعي مواقع تواصل الاجتماعي هو السبب الأول لأن اللعبين سربوا خبايا الفريق مسؤولين المدرب هذه الأشياء كلها نتابعوها الناس كامل على بالمشكل الذي رأوا الوفاق لأمس اللعب خرج يمكن نرمى إشارة القائد أو كان معجبوش تغيير هذه ليست الحالة أنك توصل تكبر الحالة أصبحت قضية صراحة قضية قبل مباراة هم مصري الوفاق أكيد المفروض أنه أشياء داخلية تبقى داخل الفريق لا تخرج كرئيس أو كلاعب أو كمسير حبيت تعاقب اللعب أقله داخلها لا أشياء تكبر الحالة وتكلم على اللعب بندو صحفية هذه الأشياء كلها رهي سلبية على الوفاق نظن المفروض أنه يكون مجبوعة واحدة سواء إدارة أو لعبين أو المدرب فيها صح مساكل مالية لازم تتحل لأنه اليوم كرة القدم الجزائرية متعلقة بالأموال صح إن شاء الله سكريني الجانب المالي والتي تحل في الوفاق لأنه يستدنى بحاجة لذلك وأمر طبيعي لفريق شرقنا كثير ولكن بحاجة إلى ودوء واستقرار وتفدي كل هذا الكلام من هنا وهناك طبعا وفاق العالم منسى والشرف كرة القدم الجزائرية قدم الكثير كرة القدم الجزائرية الفريق الأول الذي فاز بالنسخة الجديدة لرابطة الأبطال في 2014 أنا بكل صراحة أتمنى الهدوء لهذا الفريق الهدوء من أجل مواصلة يستطيع أن يتأهل ويستطيع أن يذهب بعيدا رغم كل هذه المشاكل رغم ولكن أتمنى كذلك من السلطات العلية للبلاد يستقبل مرتين متتنيتين ستنقاط بهذا الفريق لأن الأموال هي الحرب هي قضية أموال وفيه بعض الفريق عندما نسمع في الإذاعة بعض الفريق عندها أكثر من 20 مليار ديون كل هذه الأمور واللاعبين هذو اللاعبين هي المعيشة هم لا بد بيخلص هم خدامين لازم يتلقى ناخر تاهم والفريق لا عنده الأجرتين لهذا لا بد النظر في إعادة النظر في المنظومة الكروية من جميع الجوانب في هذا المجال هي فيها كاين يعني راح تكون يعني نضم باللي سمعنا بها الكل يعني راح تكون نظرة أو إعادة النظر في الإحتراف هذا شيء جميل لا نتهم لا المسؤولين الفريق ولا اللاعبين وهذه مشاكل كثيرة حول الفريق بصفة عمى لا نقول المسؤول لم يقول بدوره أو لللاعب يحتاج هذه قضية أموال والفرق عدة فرق ليست لها أموال لهذا أنا أتمنى إعادة النظر في كيفية الاحتراف ما هو الاحتراف من يمول كيف يطلط الأموال للفرق من يحاسب الفرق من يحاسب اللاعبين يعني عدة أشياء لابد عن النظر فيها ومشكلتنا في المنافسة الإفريقية يا براين يا زافور في السنوات الأخيرة أيضا ومن هناك سأبدأ بشباب الوزداد أننا لا نحتفظ بلاعبين في الموسم الذي نشارك فيه في كأس رابط تطلط لإفريقيا تصور لو بقى غشة وعمورة وكاليفة قادرة أن يحتفظ بهم تصور لو بقى أمير سأيود مع شباب بالوزداد تصور لو شبيب تصور حافظ على مسعودي بهذه الطريقة للفرق قادرة تلعب وتفوز بالكال ولكننا نوادينا الآن أصبحت سرح لعبيها لمن ينافسها قاريا وهو ما أثر على حضورنا أليس كذلك أكيد نظن هذا مشكل كبير أن اللاعبين يلعبون عند الجيران لكن لو يروح لأوروبا أكيد هذا من حقه وأن اللاعب يروح لأوروبا يبحث على تحسين مستوه لكن يروح لتونس وينفسك هذه الأشياء تحتسب على أنديتنا لما يسد مستحقات اللاعبين نظن اليوم أنا شوف النوادي تانا يروحوا أبعد حد في الدورة في كأس إفريقيا يوصلوا للربع النهائي يوصلوا للنصف النهائي ولكن شبابة القبال للنهائي لكن بعدم تواجد يعني قد نقول لعبين مميزين أو عدم تواجد إمكانيات كبيرة للنوادي هي التي تخلي أنه يلحق للنصف النهائي قد نقول توقف مستوى اللاعب الجزائري بذلك شباب الآن مطالب بنتيجة إيجابية بفوز بعد تعطر من الطراجي طالب يعني ضرب يعني رد سريع على لا تنساش أنك تقريبا ضيعت ربع نقاط في مباراتين يعني ربع نقاط اللي كانت في متناول فريق ضرب الجزاء في اللحظة آخر من بالطبع وتكون متفوق وتجيد يعني اللهنا تكون متفوق عشر دقائق قبل هذا كنت متأثر بعد الهدف بالطبع بالطبع عندما يعني تتلقى هذا وانت يعني على في لو انتبع في مجرية اللي قال كل يعني شباب الوزاد نقول داروا مبارا يعني نقول خاصة في الشرطة الأول من كانت يعني سيطروا بالطول والعرض ولكن تبقى لك عشر دقائق ما تعرف كيف تسيرها هنا وهذا هو تاني من جانب صح تسير الأندية راهي كاريت ولا واحد يقدر يختلف عنها ولكن التجربة كذلك عندها الدور الكبير في كاسفريقيا عندما تلعبت مع التارجي التارجي صح أنهم يعني فريق منظم ولكن التجربة التي عندهم قادرين دائما هي لتصرع الفارغ أنا شفنا مسيطرين عليهم يعني لبس فرصة عديدة غدام السجناش ولكن تحين فرصة واحدة يترجمها في هدف وهذا هو يعني لا حبيت تروح للأمام وتروح بعيد في كاسفريقيا كريم لازم لك صح لعبين تحتافظ على لعبين تاعك ولكن هنا في شباب الوزداد نقول باللي كان من الصعب أنك تحتافظ بلاعب كما سعيود بالمبلغ المالي اللي تلقاه يعني في سعودية وهنا يعني فارغ كبير ولكن نقدر على العموم نقول نجيب نسي نجيب يعني واحد لي ما قولوش يعود سعيود مية في المية ولكن تكون عنده يعني النسبة على اللعب لي سعيود مجانية مجانة مجانة نحضر نفسي أنا نبيعه الفرق يستفيد معليش هذه أشكالية كثيرة من تقريب على شباب الوزداد فقط صح صح ما بتترمى وفاق استفاد ماليا من ذهب عمور وكذلك لا عمور استفاد منه ماليا لكن شباب معليش يقدر يروح لك ساعات وين تخسر هذا هو كرة القادم مرة تخسر مرة تلبح ولكن المهم كريم وش حبيت نقول هي لازم تعرف كيف تعوض هذو اللعابين حتى الوفاق عندما يروح لك عمور لازم تعرف تجيب البروفيت على اللعابين اللي كانوا عندك اللي مدوا لك الإضافة شباب للأسف يعني صانع اللعاب حتى الآن ولو أنا بورديم يعني ما لعبش كتير ولا ولكن الآن أنا بالنسبة لي بدوعة الأرقام نفس المعطاية تقريبا عنده نقطتين عن شباب للوزداد نقطتين أنا حبيت نزيد عليهم الصفاء الفرق لما تتكلم عن التراجي أو الأهلي لهم التجربة الكبيرة والخبر الكبيرة من أين أتت هذه التجربة أتت التجربة من مصابرة في المشاركة في كؤوس إفريقية سنويا تقريبا كل سنة نفس الأندية نفس الأندية هذه واحد لما ننساه الشباب بالوزداد السنة هذه تكون أحسن من السنة الماضية ولو تزيد تكون مطابرة في المشاركة في إفريقيا هذا أشيء واحد لما اللعبين برايم زافور يقول يروحوا تكلموا بالأسماء راحوا لتونس نعم راحوا لتونس لأنه وجدوا الأرضية المناسبة من جميع النواحي ماديا معناويا زيد الفرق التونسية باش أخذت اللعب الجزائرين شافت مستواهم عالي ومستواهم في القمة لهذا أخذتهم يروحوا لك من عندك خاصة لما يروحوا لعبين يعني باطل هكذا ماشي كما قال نصفان سعيوت راح للسعودية ما راحش هكذا مستحيل شباب بالوزداد تلبي رغبة سعيوت ماليا شباب تصورة براهيم مشاركة في كأس رابطة الأبطال ثم في أول تجربة على مستوى كأس الكاف تنازم الآن مباراة أيضا مهمة جدا وتنقل صعب لليبيا عندي ملاحظة بالنسبة لشباب الوزداد اللي عنده أصعب مباراة في المجموعة لأنها راح يلعب بخارج ديار لو يعود بنتيجة يمكن راح تكون في صالحود وتسهل وتأهل لأنه راح يستقبل مرتين يعني راح يستقبل الفريق البوتسواني مع النجم الساحلي نفس شيء المباراة ومخسرش عندهم نقطتين الشيء يعني الإيجابي أنه النجم الساحلي راح يلعب مع تراجي تونسي ذهاب وقيا يعني يمكن نتيجة المباراة راح تكون في صالح شباب كان عليك أن تفوز وبعدك تفكر في نتائج الحياة راح يكون دير بيتونسي راح يكون ننفوز بلق العسابات نفكرو المباراة معياري نظن العودة بنتيجة إيجابية من بوتسور ضروري فوز فوز أما بالنسبة لشبيبة الصورة نظن رغم المردود لم نرى مستوى كبير في المباراة التي فاز ضد ليوبار لكن نتيجة موجودة نظن أهم شيء أن نخذ الثلاث نقاط بالمقارنة للمباراة التي نهازم ضد أورلوندو بيرات كان مستوى أحسن وخاصة أنه راح يلعب مع الاتحاد الليبي عنده نقص مباراة هذا يظن مهم بالنسبة للمجموعة وشبيبة الصورة مطالب بعدم الإنهزام في ليبي التقي تقريبا مدوئيا بالمدر في قيس لعقوب صراحة بصطاف أن مشكلتي أني منشقد مبرمج حساس تدريبية بسبب كثرة التنقلات يعني في كل مرة يقول لنطر فقط إلى تدريبات خفيفة وبعد ذلك نتنقل هاي إشكالية شباب التصور بصراحة لأثرت على مرضوهم ولكن المستوى آخر قاري في البطلة قادر تسير ولكن قاريا صعب لك نعم في المستوى القاري حتى في المستوى الدوري فيه مشاكل أنا جزء في فترة ولو صغيرة كنت معهم يعني عشت شوية المشاكل اللي عيشوها لا هم يعني من ناحية التنظيم ومن ناحية الإمكانيات شوف يعني فريق اللي نقدر نقول لك يعني ضير نظلم الفريق الواحد لهو يعني مع الكناص ومع الفريق مونظم عندهم يعني نقدر هديش هذا لله عندهم إدارة بوقفة على التسير الفريق ولكن الإشكال هذا هو تنقلات كبيرة إذن ما تقدرش حتى مدر بيجي ما تقدرش يعني تخدم يعني استراتيجيتك أو يعني لم يتغط تعك المنهجية لا تحضر مباراة حتى المباراة يعني تولي تلعب كأنك يعني تجي تعمل حصة يعني خفيفة ثم تروح تلعب إذن هذا هو الإشكال اللي في شبيل سارة ولكن الشيء اللي نقدر نقوله أنهم أنا بالنسبة لها رهم يعني بخطوات آمنة نحو يعني التطور يعني وخاصة أنهم لو يستمروا بهذا العز ربما منا على عام عامين أنا نقول بللي يقدر يروحوا بعيد كتير في ناصل يعني في الدور الجزائري ولكن حتى بالنسبة للدور الإفر ممكن يتجاوز الدور ممكن ذكريني بلغة الحسابات عنهم تتلقات ويتقبلهم مرتين بغض نظر عن التنقل فرق تلات يستطيعون التأهل يعني بكورسل عندهم الحظوظ موجودة عادة بتسع نقاط إلى عشر نقاط يتأهل ساعة ساعة تتأهل لأنه في المواجهة المباشرة حسب المباريات وحسب النقاط التي تفوز عادة في سنة الماضية 11 نقطة لن تتأهل يعني حسب المباريات عادة عندما كما تتعش أغلب الأحيان أغلب الأحيان ساعة تتأهل هذه صعبة أو ليس صعبة صعبة أو ليس صعبة نغلقها بصعبة أو ليس صعبة لا حتى مستوى الفرق هذه كلمة نقولها لازم حتى مستوى الفرق اللي بتاح معاهم أنا نضم باللي الفرق التي كون عندهم مستوى موقع معادة ترجي يعني في مجموعة شباب اللزان الفرق الأخرى وهم في متناول أن الوفاق لازم يلعب من أجل التتويج لأنه متعود شباب الوزداد حان الوقت أنه يلعب من أجل التتويج شباب تصور حالة أخرى ستنائية أنه فريق حديث لشأ يكتسب الخبرة الأفريقية حتى يكبر على السعيد القاري بالطبع ولكن حوضودهم كما قال معامل تأول الربع نائي جزد هذا حوضودهم موجودة وقائمة قادرين أنهم يعني يجوزوا هذا الدورة كما قال براهيم تان مبارك ترجم ساحلك راح تزيد تبين لأن مستحيل يكون فيه تعادل لابد إحدى الفريقين أن تفوز حتى تعادل من تعادل بلو يبن هم بيناتهم لا احنا ورانا في المغرب العربي ورانا معارفو وامشي أنه شباب يفوز بمبارنة لابد المباراة الأخيرة وتعادل يكفيهم في تنين بيت أهل هذا أمر طبيعي حتى لو كن فريقين مختلفين من بلدين مختلفين أيضا ليس سهل لك يكونوا فريقين من بلد واحد ليس سهل نذكرين ونذهب مباشرة إلى الرابط المحترف الأولى بعد الفاصل الحوار لم ينتهي في البراطو استمر على المنافسة القرية ولكن نحن نذهب مباشرة إلى الرابط المحترف الأولى فريق التحر بالسكرة رغم أنه لعبه كان في إضراء برغم كل المشاكل إلى أنه بخطوات ثابتة متواجد في مقدمة الترتيب من دون مدربه بوزيد الذي كان مواقبا هكذا أذكريني في هذه المباراة إلى أنه تمكن من الفوز بهدف يتيم ولكن كان مهما من هشام مختار من الواصل تسجيل هدف برايما ورأى دائما بن بولي الوفيد لوعده وعادنا بأنه سيسجل كمسكين خمسطاش 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 أنا رواف عشر عشر بسيق مررات حاسمة يقدر يوم السجل يوم دون ضربة جزة ومن دون ضربة جزة إذن الصور ملخص أعتقد بأنه جاهز يا زكري الحبشي نذهب لنشاهد كيف فازة فريق اتعاد بسكرة ثم نعود لنقاش هشام مختار في تنفيذ هذه الكرة التابعة والركنية في الوقت الذي يتدخل الحاكم يفق هذا من العريبي ومحمد أخوال كرة مرفوعة الراسية والهدف الأول لمصلحة الاتحاد بسكرة من هشام مختار كان وراء الركنية وتمكن من توقيع الهدف الأول لمصلحة فريقه في الدقيقة سنشاهد في الدقيقة الثانية عشر لما يبدو ارتقاء جيد خطأ في المراقبة من دفاع فريقه من الأربعاء خروج غير موفق للحارس شويه أحمد ويتمكن من توقيع الهدف الأول هشام مختار والعاصر في تعداده في أول مباراة من مرحلات الإياب يتمكن شويح من تسجيل الهدف الأول لفريق اتحاد بسكرة أمام الأمن الأربعاء كان لوحده السوء يشام شريف يشام شريف الدولي نغلق على نفسه كانت فرصة أمامه كانت فرصة أمام هشام شريف لإضافة الهدف الثاني داخل منطقة العمليات الهدف الثاني لا ممتازة المراوغة رائعة جدا من لعب مري عبدالوهاب على الصورة روغة بطريقة وبكيفية رائعة لعب البديل يدخل منذ حين اللعب مري الهق على الفرصة وزوج فرصة رائعة فرصة ما حال مذكرين يا بسجرة 31 نقطة من مرتبة الخامسة الموسم الفارج ضمن البقاء بصعوبة كنا نتكلم على متاعب شابه السور نتكلم على متاعب بسجرة أن الفريق يعاني فوق أرضية صعبة يضطر للعب فوق أرضية كما هي مؤقدة لفريق مجبر على صنع اللعب ومع ذلك يحقق الأهم كل مرة ولذلك ساعات ستشوف يعني يزوج وجوه تأتي حد بسجرة عندما يلعب داخل الديار وعندما يلعب الخارج صح أنه داخل الديار شفت يعني اللعب ربما يكون أكثر منه مباشر يعني اللعب الكرات الطويلة ولكن عندما يخرج أنا شاهدتهم يعني هنا في خمسة جويلة نهار لعبوا مع المولودية نظن دار المباراة يعني في القمة يعني عندما يكون الميدان يعني صالح خاصة الأرضية وذا عندهم لعبين اللي يقدرين يعني يلعبوا كرة جميلة ولكن هنا فيما يخص مشوار إتعاد بسكرا أنا نظن باللي عمل يوسف بوزيدي لازم نتكلم عليه صراحة صحة لنقول بكل صراحة رايزي في عام الجبار لأن فريق يعني 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 أزمة مالية كبيرة وما زال عايشها ولكن بدأت شوية ربما بدأت تتبان كيما يقول لك بشوية هذه الضو ولكن رغم هذه الأزمة أنا نظن باللعبين كلهم يعني برغبة وحدة بعزيمة وحدة عندهم ذلك الروح القتالية وهذا شيء مهم دائما نقولها كريم عندما فريق رغم المشاكل تعه واللعبين شوفهم يعني يمدوا أكثر من طاقتهم أكثر من طاقتهم هنا عرب الفريق هذا لا خوف عليه برعيم الأمل أمل أربعة بالنظر إلى ما حدث في بداية الموسم كان معنا بغداد هنا في البلاطو كانت الوضعية سودوية ولكن الفريق يقدم كرة جميلة حتى لما ينازم ينازم بصعوبة فريق يتحدى بكل صراحة المشاكل المالية والإدارية بمجموعة الشابة من اللعبين أكيد نظن عودة مدر بوفنارة هكذا أنا مؤخت كان بوفنارة اللي يبدأ معهم العمل الكبير اللي كان معهم بوفنارة نعم نعم نظن أول شيء بعد المشاكل اللي بدأ فيها في بداية الموسم نظن عودة ترجع اللاعبين ورجع فريق الصعب المنال خاصة خارج الديار نظن اليوم انهزام الرابع بالنسبة لأمل أربعة خارج ديار تعدلات انتصارين نظن مشوار مشرف بالنسبة لهذا الفريق يرانا نشوفه يلعب كل أوراق خارج ديار ليس فريق لي يروح بشي دافع خاصة اليوم ضد اتحاد بيسكرا ليبقى أحسن داخل الديار نظن كانت مباراة صعبة بالنسبة للفريقين فريق لي يحسن تفاوض يعني لعب جيد داخل الديار لا يضياش نقاط كبيرة وفريق لي أرجع بقوة في هذه البطولة فريق أرجع بقوة في هذه البطولة لدينا حالة تحكمية في هذه المباراة التي أدرها من يسكريني؟ سيد سعيدي حد سعيد وميروي تولي تحكيم من رابطة الجعوية الغرب البلاد نشاهد السوية حالة تحكمية واحدة فقط في هذه المباراة هذا هو ربع تحكم نعم نعم السعيدي الحكم الرابع السيد عزيزة حكم عنده تجربة عنده الخبرة بكل صراحة شوف يبدو شوف خليه خليه تمشي خليه خليه زي خليه خليه هي لبلو أعاود وني من لاشي اين خليها خليها نعود نعود إلى البلاد posición أنا قلت يلي لأ مثال عجم م sky دربت في عجم त يلي يلي خليها طلبت غربت لما الكرة تجيني من عند مصطفى ويدي هكذا وتضرب هنا لا وجود لا وجود لأنها لم تمنع الكرة من المرور حتى يمنع الجسم من المرور الكرة مهم ولازم نأخذها هنا اللاعب لم يمنع الكرة من المرور لو ضربت في يده تضرب في الجسم يعني ما كانش رايحة مباشرة جاية هكذا ولكن جاية على الجنب لما تجي على الجنب وتضرب لوجودة لضرب الجزاء لأن واليد كانت تقريبا كما قولوا احنا بريديو كور ما كانش جاية هكذا تريونغل يمنحها ولكن جاية مصطفى كيف تضرب في يدي لوجودة لضرب الجزاء يعني الفرق بين الطريقة اللي كنت تقول أن المدافع يستعمل حيلة لما يوضع يده في الخلف ويفتحها نفتحها أنا وأنا ما الأمر يختلف فقط أن الكرة لم تأتيه من الجانب لا أحلت لا أحلت لا شو لعبين يستعملوا حيلة الفيفا زاد الدلت حاجة واسمها موفمو أديسيونال حركة زائدة هو يدلك هكذا هذا ندل حركة زائدة هذا ندل حركة زائدة هذه الحركة زائدة هذا هو موفمو أديسيونال خل الكرة ضربت هو خل الكرة هي اللي ضربت فيه وكانت جاية على الجن يعني معلتها لم تضربت فيه دون تضرب فيه لهذا نقول لا وجودة لضرب الجزاء يلا الشرح كان وافي وكافي بخصوص طبعا هذه الحالة التحكمية إلى مباراة الاتحاد العاصمة أمام نصر خوسينداي الاتحاد لا ينهزم فوق ميدانه لا ينهزم في المباراة الأخيرة أمام فريق جريح يعاني كثيرا النصرية التغييرات والتغييرات والمشاكل هزيمة أخرى في مباراة نعلق عليها الزميل والد فرحاني وانتابع سوى الملخص للمشاكل الكبيرة والانطلاق هنا من أجل نسيان المشاكل يا بن عياد على الجاة اليسرى يحاولت المرور والتحذير فرصة كبيرة هذا الشويط الخطير يمر بن زازا ويحذرها بالقدم اليسرى لكن داخل منطقة الجزاء ركل الجزاء يقول حكم من محيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حتى القط يعني أراد أن يشارك اللاعبين وأراد أن يكون له نصيب من هذه المباراة صورة جميلة نفذت الركنية تغذية دفاعي حاضرة وبطاقة لبعاد بقبضة اليد والانطلاق والفرصة الصعبة لمصلحة الاتحاد يا بن حمود يا بلال ماذا ضيعت في هذه الكرة ماذا ضيعت في إمكانية كانت متاحة لتسجيل الهدف الثاني في آخر المحظات والردهات سيد بوسلماني نهاية المباراة بفوز في بالغ الأهمية لفريق اتحاد توز في بالغ الأهمية مصطفى الكويسي لفريق يلعب من أجل المركز من أجل بوديو من أجل نقب من أجل ما شات وهذا هو الهدف الذي كان مسطر من بداية الموسم لإتحاد الجزائر وهذا بفضل الإمكانيات الموجودة وحتى التركيبة البشرية الموجودة رغم أنه كان عندهم إشكال في بداية الموسم في بعض المباراة ولكن شفنا عودة قوية للاتحاد شوفنا أنهم رأم حتى السلسلة نظر على السلسلة بركة المباراة نظر رأي طاويلة بدأت تطوير شوية ما يخسروش إذن هذا ما يعني وهذا ما يدل أن الفريق رأى في طريق صحيح ربما مع المدرب الجديد هذا أحتفظ شواء لا بالطبع عندما تكون أنا أنا يعني لو تحوي صراي شخصيا أنا كنت يعني مع بقى رحيم نقولها بكل صراحة يعني لا مدرب يعني أثبت القوة والمسيرة الجيدة تعفريق ثم يعني يعني أوفة هذا يعني الوقت رح يعطينا الجواب هل يعني كان مجيء هذا المدرب يعني صائب أم يعني كان خطأ ولكن أنا قلت لك الاتحاد رغم هذا أنا نظن بلي عندهم تشكيلة يقادرين يلعبوا على الفوديوم كما قلت ويحقوا الأهداف تحمل المسطرة من طرف إدارة سيربور إن شاء الله نتمنى أنهم يكملوا في هذه التاريخة أما ربما عن النهد المصرية ربما فيه كلام آخر كريم فريق اللي راه يتخبط فيه مشاكل كبيرة والله يساعدت أنا والله هذا يغيدني فريق هكذا يعني فريق لي مد كتير للكرة الجزائرية ما ننسوش أن النصرية كانت في بعض الأحيان كريم هذه لازم نذكرها كانت هي الخزان الأول للمنتخب الجزائري تقريبا ست أو سبع لعبين موجودين في الفريق الوطني شووش كانت تخرج يعني فريق كما هذا الآن يعني استخدت قصة الأمر في النصرية كانت مدرسة بعد ذلك كانت تحول إلى فريق يستقدم أسماء بأموال طائلة من دون أن يفوزوا بدون لقاء هلأ بدأت المشاكل في النصرية صح صح هذا هو صرحة تبقى دائما هذا التاريخ يبقى عندما يعني النصرية أنا أنزل نقول لك ربما حتى في الفئات شبانية سقسي وزيدوا في الفئات شبانية تحب عندهم دائما لعبين ليخرجوا في المستوى والدليل هو أن اللعبين اللي يلعبوا رهم يعني شبان قلت لك تغيرت السياسة استخدموا لعبين ولكن عندما تسير مليح ما متخرجتها وتجيب ثلاثة أو ربع لعبين بالطبع ولكن لو تسير تشكيلت الملليين الفريق قبل السنوات كلهم مستقدامين بالطبع سياسات تغيرت ولكن هنا التسيير تعلق الفريق لازم نقولها بكل صراحة هو المشكل رقم واحد للنصرية لديك إضافة لأن مصطفى كويسيق قال لك كل شيء تقلعين نظلنا الاتحاد العاصمة ما رأوا في سلسلة نتائج إيجابية نظلنا المباراة التسعلة بدون إنهزام إنهزام الآخر ضد شباب بلوزداد واحد سبب ولي يجي مننا كل شكال إيه 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 إي إيه إيه إي أخير ضد شباب بلوزداد إيه إي أخير ضد شباب بلوزداد لا نظن الإتحاد العاصمة لولا البداية التي كانت نوعا ما مدبدبة لكن في المرتبة الأولى نظن مباريات لتعادل فيهم داخل الديار ثلاث مباريات فز بسبعة مباريات ولا إنهزام يعني ما عندوش إنهزام داخل الديار رو يثبت أنه من مباراة إلى مباراة فيه تحسن نزيد نرجع للمدرب نظن لو خلاو عز دين راحم كان أنا بالنسبة لي كان أفضل لأنه مدرب لي يعرف اللعبين وخدم مع مدرب لي سبق لفان نظن كان المفروض كانوا يعطوه الثقة لكن اليوم رأنا نشوفه الأولوي رأي تروح للمدربين الأجانب لكن صراحة تمنيت وأتمنى وسنستمع تمنيت وأتمنى أن نستمع لرأي حسين آشو تلموضو لأنه لا أعتقد بأنه سيختئ لأنه في بعض الأحيان نتكلم من بعد يا إبراهيم كريم أني معاك صح أنا حسين آشو في التصريحات في تليفزيون يعني وين كان كمحلل قال لا أقول الآن أنا معاك وين قال أنه لماذا نفضل المدرب الأجنبي ليس واحد حتى حسين يحي كان يخلك يعني ما نفضل المدرب الأجنبي على المدرب المحلوي هو وقع في نفس يعني في نفس الفترة إذا كنت يا إبراهيم تمنيت وأتمنى نستمع إلى رأيه الآن كريم لأنه ربما في أشياء نعرفها كريم أنا راني معاك هو لي على باله بكل شيء هو الأدراء وشرف في اتحاد العاصمة لكن تصريحات في بعض الأحيان لازم تكون في محلها لا تكلمش على مدرب أجنبي من بعد ترح جيب مدرب أجنبي رأيك مسؤول أول في اتحاد العاصمة أنا ليس لننتقده لا لكن تصريحات تاعه هذا ما كان كريم بالصح فيما يخص النصرية اليوم يعني الانهزام العاشر لعنده مشكلة يعني ما يقدرش يعني في البطولة وفي ثلاث مباريات فقط خمسة عدولات وعشر انهزامات رأيه يتخبط في مشاكل رغم أنه المستوى لو يظهر به رأيه جيد رأيه نشوفه يعني في مستوى لا بس به لكن النتائج ما يشتبع نصرية بعد الفاصل نتوقف عن الحالة التحكيمية مع خدمة الدفع الإلكتروني ارسلي لموبيليس متدارولة من مكان آخر يمكنكم تابعة رسيدكم أو تزديد فتورتكم في أي وقت بلا نتنقله مع لكم غير تحكم الموقع اوتيغي بايمان بول موبيليس بوند زيد وتابعوا الخطوات المشار إليها باستعمالكم البطاقة ذهبية لباريد الزائر أو البطاقة البنكية سي إي بي مع ارسلي لموبيليس كل شيء سهل الفتورة مدفوعة ورشد بابي وإنما كنتو في مقمع بيتو موبيليس معا نصنع المستقبل هذا البرنامج برعاية موبيليس موبيليس معا نصنع المستقبل يلا الحالة التحكمية معك ذكريني كانت أعتقد في ثلاث حالات تحكمية في هذه المبارات التي أدرها من؟ سيد بو سليماني بمساعدة سليماني وبالباشير يلا بالصور التي حضرناها مسبقة بخصوص الحالات التحكمية لك التعليق والحكم بعد مجادرة لقاطة محمد ذكريني لا لا شفتهم اللقاطات وعاولتهم وديت معي إبراهيم لا لا الشيء واضح هو قريب شوف التمركز تعالج جيد تم وقع الجزاء عرق لا حتى اللاعب لم يحرق ساكنا عرف باللي عرق المهاجم ضرب الجزاء شرعية صحيحة لا غبار عليها يعني بكل صراحة التمرك تعبو سليماني والتمركز الجيد سمح له لأنه شوف هنا مشيهنا بالقسم سكريني حيلي كثير منذ الموسم الفارسي تحصل على ضرب جزاء كثيرة داخل مطاقة العمليات هنا مشيهنا مشيهنا لا هذه التمرين ترويض هاي هاي راح جنوب جنوب نلتحت هو حيلي أيضا سمكو منعبش البالون عنده عنده الحيلة شفت ها التجربة لو تشوف هذا اللاعب هذا خراوي خراوي يعني لو تشوف السنة التاعه كريم أنا نضم ما يفوت واقع 21 سنة داخل هاي التجربة الآن هنأك في عجبان كانت الخبرة هنا ذكريني يا الخطأ موجود خطأ موجود اتفقنا خلاص خرجنا بالخطأ أنا نتحدث عن ضربة من جانب الفن لا على التجربة والخبرة تلعب دور والمدافع لا بد عليه يروح له يلتكب الخطأ أكثر من يتحصل عن ضربة الجزاء على ضربة الجزاء في البطولة في المسلمين آخرين هو بالقسم من جانب اتحاد العاصمة واحد من الذين يستفيدون على ضربات الجزاء الموسم الفات كان من جانب مولود الجزاء أخذ لك عندي الأرقام بالساعة الموسم مع الشبيب أعتقد تحصل مرة سأصح رحض على أحضر جيد دمسي من هذا الجانب أتحدث هكذا طبعا بلغة الأرقام أحسن ممرر هو زوار من تحت العاصمة هذا مليش غالب يلا نشاهد الحالة التحكمية حاج حمد رضوان الحالة التحكمية الثانية فيهتم مو أعتقد لا يعني أنا العلامة الكاملة للعب للعب بكل صراحة أكثر لماذا راح تشوف ذركه وشدار هنا مستح هنا ما تقدرش ما كاش دفع ما قاعد دفع ما كاش دفع ما 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 شي يدو ما شي يدو شوف ها مالو هنا القانون لما تضرب هنا لا وجود لضرب الجزاء يخي قلنا اليد مقسوم على زوج من التحت من التحت عود للقطة الأخيرة يجب من هذه ولما تضرب هنا لا وجود لضرب الجزاء لما تضرب هنا قانون الأخير والجديد قسمت اليد قسمت إلى اثنين عطينا قسمت قبل ذلك بعد ذلك نشوف قسمت دخلي 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 لا هنا أنا المدافع المصرية مراجب لا لا دخل لا يعني لا تسأل عن الدفع لا 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 لن تسأل لا وجود لأنا لا لا وقادر لا تكون الدفع قادر ولكن لما لا تكون جميع الجواند تشوف مائة بالمائة باش تتأكد لا وجود لضرب الجزاء أنا أعتقد أن هنا صفر لا 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 المهاجم عندما ضرب علي لا 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 المهم مطالبة بضرب الجزاء مطالبة بالدفع ذكري قولك لا لا تصل أمور شفت الدفع شفت الدفع ماشوش دفع ماشوش دفع عاوض تقسيم فقط ليد ذكرييني كيف يقسم اليد منا شوف منا يلي هنا القانون الجديد هنا تحت ماشوش ماشوش ضرب الجزاء ومنا الفوق ماشوش ضرب الجزاء درك درك نوليها خليها روح بعد ذلك نوليها الجماهير كينا نفك كتاب نوليها مهم ضربة الجزاء عادة ما تتير الجدل أين نذهب بها أردوان هل نذهب إلى وهران أو شبيب القبائل نذهب إلى شبيبة القبائل مع عودة جمهورها إلى المدرجات في بعد طول انتظار أيضا لشبيبة الممولين حالة المالية تتحسن الاستقرار أيضا رئيس الفريق يزيد ياريش يتراجع عن الاستقال ويعود وتعود جميلة في الشبيبة خلينا نشوفوا الصور ماذا حضر لنا أنيس من الصور زمينا طبعا ممحكين من القناة الثابعة كان في الملعب أول نوفمبر بيت زوزو ماذا لدينا من صور ياردوان هذه صور عودة جمهور شبيبة القبائل بتلتلت فقط ولكن خاصة المنعرج عنده حكاية معكم إبراهيم نظن جمهور شبيبة القبائل معروف بمساندة للفريق نظن هذا شيء قليل لكن أحسن من شيء نظن اليوم ثلاثة ألاف إن شاء الله مع المستقبل سيكون أكثر إن شاء الله طبعا هذا شهدنا المنعرج الخاص بشبيبة القبائل فقط رضوان إذا كان الموضوع من إعداد أنيس مزيا سنتابعه سويا سنعيد الموضوع منذ البداية إذا فوز مهم جدا من ناحية المعنوية أبراهيم أكيد نظن أول شيء أنه في مبارايتين متأخرتين واحدة نهازم فيها واحدة فز ضد نادي بارادو يخلاه يعني ست لقات تولي في شيء مهم يعني كانت قادرة تكون تسع نقات المشاكل التي كان يتخبط فيها النادي معه الإقصاء في كأس إفريقيا لكن نظن أسبوع يمكن يكون جرعة أكسيجان بالنسبة لشبيبة القبائل من ناحية المموولين يعني من ناحية المادية راوية عاني الديون لاعبين يعني نجم يدفعون أجر هذه كلها ستكون في صالح شبيبة الخبائل خاصة وأن الفريق راوم عزز ببعض اللاعبين لعندهم خبر سنتكلم عن أمريكات وسنتقل أن شبيبة تحركت بقوة ماذا حضر لنا أنيسم ماذا نتبع سؤل أول مبومبر بتزوز عودة الجماهير بعد أن اشتقت كثيرا لفريقة فريقة الذي بدأ المباراة من دون مقدمات مواقع هو من يسجل الهدف الأول والوحيد لشبيبة القبائل طريقة احتفاله هي دوما هكذا من مرر له الكرة هو زكريا منصوري أيضا الذي تدريجيا أصبح يعود إلى مستوى مع شبيبة القبائل وسط ميدان شبيبة أضحى قويا بتواجد كل من حراج وكذلك منصوري وبوخنشوش الذي حسب زميل ومهتبع من قادة الرابع عد مباراة كبيرة جدا الأمل مع طبعا أولمبي لندية مع الفرصة التي خلقها في بداية المباراة لم يخلق الكثير من الفرص عكس الشبيبة شبيبة القبائل التي خانته للفعالية من بين لعبين الجدد دخل بوخنشوش وكذلك المهاجم ديوار الذي دخل كبديل وضيع فرصة سانحة وجه لوجه بينما سياد لم يؤهل هذه المباراة الشبيبة تحكمت في زمان الأمور أمان طريق أولاد الليندية بحاجة إلى فوز بحاجة الانطلاق بحاجة إلى نتيجة من ناحية البسيكولوجية حتى يعود في النتيجة هكذا كانت الأجواء بعد ذلك الاحتفال بين مجموعة الأنصار كل مجموعة لأنه جمهور شبيبة كبير وكبير جدا كنت أتحدث وأسألك إبراهيم عن ميركاتو مميز لشبيب القبائل عودت بخشوش بالخبرة سياد أيضا مهم جدا أن يعود إلى شبيب القبائل إضافة إلى مهاجم بوركينابي عادة لأفريق ينجح خاصة منطقة الدفاعية ووسط الميدان ومنطقات الهجوم نظن أن العمود في قاريرة معزز من ناحية الميركاتو بالنسبة لشبيب القبائل لعبين لديهم خبرة ومروا من شبيب القبائل سياد أو بخشوش لعرفوا منزل جيدا نظن نتمنى لهم كل توفق في هذه البطولة خاصة مع عودة بوعال التي ممكن في قادم الأسابيع أيضا لو يعود بسرعة إلى مستوى سيكون هجوم قوي لشبيب مع بل سريح بيهور أيضا نزلة وبوعالية تشكيل قادرة تلعب الأدوار الأولى وتلعب على اللقبة شبيب القبائل نقدر نقول أنها تفقد تنوع عن مال بوعالية لأننا نعرف القوة البدنية خاصة المراوغات والسرعة من بوعالية وإصابة وإصابة افتقدت شبيب القبائل بوعالية متميز حتى الفريق الوطني المحليين بعد ما قام بنهاية موسم استثنائية استثنائية لكن هذه هي قدر القدر نظر في مباراة ودية واصيب لكن إن شاء الله نتمنى لشفاء العاجل ويعود للميدان في فورماتها لأنه في بعض الأحيان لا يبين يعود يقولون من إصابة ما يقولون مئة بالمئة إن شاء الله نتمنى لأنه ينسى الإصابة ويعود لمستواه الذي كان به تشعر أنه في تغيير يوحي بمستقبل آخر بشبيب مصطفى كيف لا والخبر المريح والإكتس آمية هو وصول المموينين ما تنساش أنه أسبوعين كانت مباراة مجر كان في شبيب القبر كانت رحمة مباراة فارد وكان في إضراب للمسيرين ورئيس ما جاء للمنصر الشرفية ضد مباراة هذا من أجل أنصار يسبب بعد حضور الأنصار لا ضمن احتجاج على كل شيء ديون حتى يا ريشان يا كيزيد الرئيس كاستقال صرح بالاستقال ولكن قلت لك الخبر المريح الآن ليكتسم أهمية كبيرة هو وصول هذه المموينين لأن الإشكال سينقص أولا تخلص الدويون تاك لا تساه حتى المدر بكنيسان أو لاظان على حساب ما سمعت تفقنا لأجياء الأمور المالية تحدث ولكن أيضا تهن نوادي عند أموال أيضا حتى الاستخدام تلك مستوى أتكلم عن الجانب التقني أيضا لا الآن تحسب أنه طبعا رغم أنهم يعني ولكن هذا يوجد لكل الفرق يقع ولكن تحسب لشبيب القبائل خاصة أنت تكلمت أنا شفتهم في مباراة عندهم وصل الميدان رائع خاصة مجيح الرق جاب الإضافة تحس أن في وصل الميدان عندهم قوة الآن مع مرور الوقت مع مرور الجوالات وزيد الأحسن يعني الأوضاع المالية تحسنت أنا نضم لشبيب القبائل لازم يدير لها ألف حساب طبعا أولمبيك المدية هالك سمحني نقول كلمة أولمبيك المدية كنا رحنا مباراة اثنين في بداية الموسم كان فريق رائع كريم فريق لعنده مجموعة وحد الكورة المحتوى التعلى اللعب التحهم كان رائع أنا صراحة لم أفهم إنهياغ شوف تراجع الراهيب هذا ما هو الأسباب هل المدرب لا أعتقد للمدرب الواحد هل ألم أموال أنا كان عندي كلام سحمر قال نضم للسلطات راحين يتكفلوا بالأموال ولكن الآن سؤال غريب والله تسألت كبير كيف تراجع هذا لفريق شفناه بحاجة الانتصار أولمبي المدية بحاجة إلى فك هذه العقدة وشاء الله يترك في قادم الأيام لأنه يقدم كرة جميلة مثلما فك فرق مولودية وهران الذي يعود بخطات ثابتة رغم كل الذي قيل قبل بداية مرحلة العودة اليوم في مباراة صعبة أمام شباب قسنطين نتابع وملخص مباراة محملا بالمشاكل الإدارية والمالية دخل فرق مولودية وهران مواجهته أمام ضيفه شباب قسنطين مواجهة اختلفت فيها النواية وتباينت فيها الأهداف أصحاب الأرض من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط والضيوف بنية الاقتراب من فرق المقدمة الفريقاني دخل المباراة دون المدرب الرئيسي السياسي بالمدرب المساعد عبدالغان عوامر بعد رحيل شريف حجار وأبناء الحمري بمدير الفئة الشبانية بغداد صغير الذي قاد الفريق في انتظار تأهيل المدرب الجديد عبدالقادر عمراني أصحاب الدار لم يمنح الضيوف فرصة التقاط أنفاسهم في بداية المباراة حيث تمكن بالمختار من افتتاح التسجيل عند الدقيقة الثانية ارتباك البدايات كان واضحا على لاعبي الشباب المدافع بالمسعود يرتكب خطأ ويقوم بعرقلة بنو في مربع العمليات الحكم بكوة سلطفي لم يتوان في الاعلان عن ركلة جزاء زائد بطاقة حمراء لبالمسعود كل هذا والمباراة لم تتجاوز دقيقتها الثامنة عاد الجعبوت نفد الضرب ووقع الثاني الاهداف الزوار وجدوا صعوبة في اثبات حضورهم وتأخر ردهم إلى غاية اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عبر هذه الفرصة التي أبعدها دفاع ملودية وهران لتنتهي هذه المرحلة بتنائية نظيفة للمحليين في المرحلة الثانية انقلبت السيطارة قسنطينية سيطارة أثمرت هدفا أمضاه كوكبو عند الدقيقة الثانية والخمسين ليصل كوكبو بذلك إلى هدفه الثامن هذا الموسم الشباب استمر في إيقاعه الهجومي ولكن سوفي كان يقظا عند كل المحاولات فريق الملودية فضل الانكماش الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات التي كادت إحداها أن تثمر هدفا ثالثا آخر فرصة خطيرة في المباراة كانت من جانب الضيوف والحكم بكواس هنا يحتسب مخالفة لمصلحة دفاع ملودية وهران لينتهي اللقاء بفوز مهم للحمروة الذين رفعوا رصيدهم إلى 21 نقطة فيما تلقى السياسي هزيمته الخامس هذا الموسم فعلا زميلي بنزرت هذه هزيمة خامسة للسياسي بدون مدرب بعد رحيل حجار وموليدية وهران بمدرب جديد يسمى أبقادر عمران يكسب الرهان وثلاث لقات مهمة جدا أكيد شبح التعدلات داخل ديار لموليدية وهران خلاص من المباراة لفوز ثاني على التوالي من نسبة لموليدية وهران داخل ديار يجعله ينفس نوعا لا يخرج من منطقة الخطر مع عمران يعرف كرة الجزائرية خاصة جيدا نظن قلنا بدون الضغط على عمران يمكن أنه موليدية وهران ستكون عنده كلمة في هذه البطولة وتحسن وضعيتها في الترتيب السياسي والله الشباب قسنطينا يمر في طرح هذه الأخيرة نظن صعبة كثير خاصة بعد استقال أو إقال نفس ما قلنا على الوفاق تقريبا يستقل المدرب يقدم استقالة كتابية اجتماع ضغط على المدير العام والمسؤول وهذا خلافات كبير كيف بدأت هذه بدأت بالخلافات أنا سمعت حجار وقال أن العلاقات بينه بين المدير المدير يعني الدار السياسي كان فيه خلافات وعندما ما تمشي لكش هنا يعني في الرأس الفوق يعني ما تمشي العلاقة كيف شرح تحبي يعني لباش الكرة الجزائرية تطورت والله تكون عندها هذي كما يقول المستوى لابد تكون في الكرة الجزائرية إلى ضربة الجزائر خاصة بمولة وهران هل هي شرعية أم لا يسكريني لا شرعية صحيحة أنا غبار عليها شوف المسك هاولي كرة هاولي حك واضحة متجه نحو المنى وخلي ردها شوية كانت بحوزتي الكرة خلي هنا رايح يباش يسجل في هذه الحالة كي يعلن عن ضربة الجزائر لابد أن تكون مباشرة تطلت هي المسك والشد والدفع تونير تيري إيبوسي هذا التحويش لما يكون اللعب متجه نحو المرمى مستحوذ على الكرة داخل منطقة العمليات لابد عليه أن يطرد هذا ما فعله السيد بكواسة وإن واجبه كما ينبغي والطرد مستحق وضربة الجزاء صحيحة في هذه المباراة كان نشاهد اللقطة التي أردت أن تحيي فيها لعب النصر حوسينداي طبعا نتابع صور وأبنح لك الكلمة سكريني لا لا يعطي صحة اللعب لأنه استعف راح أعطاه تحايل يعني أعرف بالليرة دار التحايل هذه كما شفنا البرح في المباراة عبراهيم وين لعب وش مباراة مرسيل مرسيل لعب للحاكم قالوا لا الهدف غير صحيح سجدته بيديه يعني بكل صراحة ليس في أوروبا فقط الروح الرياضية حتى في بلد الروح الرياضية والدليل على ذلك هاوليك والله راح قال مكاش ضرب الجزاء في تحايل وأستحق البطاق الصفراء هذا ما نتمناه أن تكون في جميع الملاعب الجزائرية هذا نورمان ما ينحي وهذا أذكرين عضوح الرياضية يلا بسرعة أذكرني سكريني بالصورة يعني الصورة الصعب هذا الأغلبية الجدل هنا الأخضر هالك وراء خلي الصورة هكذا الأخضر لا تتحرك الأخضر مكاش ضرب الجزاء والأحمر ضرب الجزاء عاليك ولكن لما تجي الكرة تسديدة من بعيد من الصعب من الصعب أن تعرف أين ضربت الكرة لهذا دائما نعطو شوية للحكم لا تقدر بمصافة أخوية تجي الكرة وتتضرب وينعرف يقدر يقوله يعني تكون عنده نسبة أكبر يعني أنا تمنت يعني القتل كان داخل أخوية شكرا أنا أنا راح ندير حاجة يعني بالجماهير تعرف تخيل لو القط جاي جايز على المرمى ما بين القائمين ما بين والكرة داخلة للشباك راح تدخل وضربت في القط ودخلت يموت الحط هل يحتسب الهدف أم لا هذا قانون يلا تعطيلي الإجابة بعد نشاهد الهدف الذي فاز بفريق نشاهد صور فوز فريق نجم مقرأ الذي أضاف إلى رصيده فوز مهم جدا خلينا نشوف الصور التي أرسلها لنا زمينا عمر جمعي والهدف الذي سجل في هذه المباراة سيد أحمد أبو رايب من قناة كنادا الجيري ساعدنا في تركيب هذه الصور النجم داخل ميدان ويبراهيم أظهر لا يضيع نقاط وبخطة ثابتة من أجل ضمان البقاء نظن بعد البداية التي كانت غير جيدة بالنسبة لمقرالي كان يخسر داخل الديار أرجع واسترجع الثقة في المجموع ويفوز بكل مباراة داخل الديار وهذا دليل على استرجاع الفوز الخامس داخل الديار شيء مهم بالنسبة لمقرالي يبتعد نوعا معلم منطقة الخطر أما فريق ويدة المسان مصطفى لكنا نعتقد بأن سيراجع حساباته وفي مرحلة العودة لكن صعب أن تبدأ مرحلة العودة بهزيمة هكذا شوف بداية المسان رغم أن شفنا عودة مباراة أو اثنين ولكن من بداية الموسم رغم شفنا أن التعداد حتى نقولها بكل صراحة التعداد نظن لم يكن حتى الجلب ولعبين لم يكن نقول في مستوى عالي ولداء نشوف ولو تشوفوا الحصيل ربما براهيم 13 هزيمة كيف 13 هزيمة هذا كثير كريم 13 هزيمة من يفرق نعم نظن راح يعاني ويدات المسان من الصعب نقولها بكل صراحة رغم أن نتمنى وأن يرجع ولكن من الصعب خاصة التعداد اللي راح موجود فيه وحتى الامتلابات لم يجبوش يعني لعبين لربما يقدروا يجيبوا الإسعاد من إجابة هذا يعني الهدف كان سجلوه حميد صالح اللعب المتميز إذن اليوم جرت مباراة جماعة تشلف أمام طريق عدد بارادو تعادل لسير بصفر مقابل صفر طبعا المزيد من الصور والمزيد من أخبار والمزيد من التعليق والمزيد من لقاطات ما تذكريني؟ غدا إن شاء الله مع محمد شمالي في أي برنامج؟ الشوطة الثالث الشوطة الثالث يلا عنده تركيز حتى لما ينصوروه عنده تركيز حتى القتل غضوة بنهضر مع شوطة عفيد جاوه غضوة غضوة يلا أفراص غضوة إن شاء الله مادم أنك مؤخرة تخليل إيجابة للغد إن شاء الله ندى بلا ذكرت لسير براي ماذا نسيت؟ شلف بارادو سفر سفر ماذا قلت حاليا لا قلت سفر مقابل كنت أعتقل بيننا يخطأ في نتيجة المباراة المدرسة رائد القبة تلعب من أجل السعود واتحاد العاصمة بجيل متميز ذكر واحد من دربيات الجميلة بين اتحاد ورائد القبة في رقم ذاكرة الكرة طبعا بصوت زمينة محمد وظاري واسدين تجيدي على العرضة الفنية لاتحاد الجزائر أمام عدد كبير من أنصاره الذين وعجبوا بيدا العنصرين الجديدين عمور عريبي والعائد ويشاوي في انتظار دخول ثنائي بوغندورا والحارس عبدوني بالمقابل مدر برائد القبة سبع وضع الثقة منذ البداية في الثلاثي الجديد شدبا بشوة وحسان في غياب الغربي وجردي المعاقبين اتحاد الجزائر كان السباق لتهديد مرمى أسرير عن طريق بورحلي في الربع ساعة الأول ليستفيد أشيو من روكنية مفتاح يصعد فوق الجميع يسكن الكرة في شباك أسرير إنه الهدف الأول لاتحاد الجزائر كان ذلك في الدقيقة العشرين دقيقة بعد ذلك كتزيري من وسط الميدان يمر يرع على طبق لبورحلي هذا الأخير ودون عناء يتمكن من إضافة هدف ثاني وكاد بن شرقي بعد الإعادة بالتصوير البطي للهدف الثاني لاتحاد الجزائر عن طريق بورحلي قلت كاد بن شرقي بعد ذلك بعد تمرير من عمور أن يضيف هدفا ثالثا كورته جانبية هدفا لسفل اتحاد الجزائر بعد مرور 21 دقيقة نلعب دقيقة 28 بصوار الناشيط في وسط الميدان يفتح خطأ في المراقبة من دفاع اتحاد الجزائر يستغله خلفني يتمكن من تقلص الفرق هدفا مقابل هدف وبينما كان الرائد يبحث عن تعديل النتيجة زيري يتولى تنفيذ الركنية في الدقيقة 39 عاربي يجد نفسه دون مراقبة وبسهولة يضيف الهدف الثالث الذي انتهى عليه الشوط الأول دخول بوفرما هدف الرائد الموسم الماضي لم يغير في النتيجة رغم محاولة الثنائي برحل عمور التي كان لها بالمرصاد الحرس السرير مع بداية الشوط الثاني وكذلك محاولة اللعب البديل المزياني في الدقائق الأخيرة كورته تخطئ الاتجاه ثلاثة واحد إذن لاتحاج الجزير والعلامة الكامل لثلاثي التحكيم المتكون من خليف صدراتي وطالبي على إدارته لهذه المقابلة أسماء الثلاثي تحكيم الظلم الساج تحية كبيرة للحكام جوز وأيامات عبد السلام خليفي سيد أحمد صدراتي وعمار طالبي لنجي لهم تحية كبيرة تحكيم أولى لعبنا ممير في متعة وكذلك مترحم على خلفوني رحمة الله عليه لقدم الكثير في الفريق لعبة من هنا ومن هناك ربي رحمه إن شاء الله برحل الصعيف يضرب الجزاء برحلي شوف صفرت له ضربة جزاء غير الشرعية لا لا مش صفرت له في ملعب خمسة جميلة مع ملودي الجزائر سجلي هدف بيده من قوة شفته جريت برح حتى خريب من لتري بير ما نعطي بيطاقة صفرة ولكن من الصعب أن تجد برحلي واحدة أخر كقلب هجوم يعني بكل صراحة تحيتنا لكل هذه الأسماء المتميزة التي صنعت مجد اتحاد العاصمة ورائد القبة إن شاء الله الرائد يعود أيضا لما كانت الطبيعية لأنه مدرسة قدمة الكثير الجواب عن الحالة التحكيمة خلوها غدا لا لا ما نجاوه لا لا لأن الكاميرا ما نعطيها الصحة أعرف أعرف الأجوبة لأن لو تدخل الكورة داخلة وتقيس في القط وتدخل هدف صحيح وإذا حبست نديره إسقاط كورة إذن الإجابة أجاب عليها مصورنا ولذلك التحية سنبدأ من كل عمل وسد رقمتين الذين ساعد الذين صهروا معنا هذه الليلة وسهموا في تخديم هذا البرنامج بقيادة المخرج حج حمد رضوان بمساعدة طبعا المتميز زكريا الحبشي بلا مسافة أيضا من محمد ستول كل هؤلاء جنود الخفاء كانوا في الموعد هذه الصهرة وسيكون دماء سيكون طبعا دوما معنا في قادم الموعد الرياضي القادمة شكرا وإلى الملتقى شكرا برعاية موبيليس موبيليس معا نصنع المستقبل مع خدمة الدفع الإلكتروني ارسل لي لموبيليس مدارولة من مكان آخر يمكنكم تابعة رسيدكم أو تزديد فاتورتكم في أي وقت بلا نتنقله مع لكم غير تحكم الموقع اترى payment.mobilis.z وتابعوا الخطوات المشر إليها باستعمالكم البطاقة ذهبية لبريد الزائر أو البطاقة البنكية cb مع ارسل لي لموبيليس كل شي سهل الفتورة مدفوعة ورسيد بابي وين ما كنتو وقت ما حبيتو